الحمد لله رب العالمين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوثة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أبغير الله تأثروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت لا أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاهدين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطنيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرفون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه يخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء من النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأفيت كل نفسهم ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم ثمرا حتى إذا جاءوها اختحت أبوابها وقال لهم قضنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافلين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئث مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبط فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أعنى